والآن إلى جولتنا اليومية لمتابعة أبرز ما تناوره الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث في شؤون الإسرائيلية مساء الخير وائل إليك أهلا بك العزيز عمر والمشاهدين أكثر من 32700 شهيد في غزة وعلى الرغم من أن الجيش الاحتلال يزعم أن حوالي 9000 منهم مقاتلين يصفونهم بالمخربين ولكن حتى ضباط إسرائيليين يشككون في هذا الرقم 9000 صحيفة آردس اليوم قالت أن ضابط من جنود الاحتياط يقول أن عدد المقاتلين الذين قتلوا هو بعيد عن 9000 بالمناسبة حتى أولئك الذين يقولون 9000 يعني باعترفوا بأنه فيه على الأقل 23 ألف مدن يقتلوا نقلت آردس اليوم على لسان أحد ضباط الاحتياط أنه من غير المستبعد أن الغالبية الساحقة من القتلة مش بس لم يكونوا بالقتال لم يلمسوا سلاحاً في حياتهم ولقد تمت بين كثين ترقيتهم إلى رتبة مخرب بعد موتهم يكون الضابط باختصار من هو المخرب هو ليس الذي قام بأعمال تعتبرها إسرائيل بأنها إرهابية ثم قامت بقتله بالعكس هو اللي قتلت إسرائيل بمنطقة قتال بعدين سمته مخرب بعدين بعد ما قتلت يقولون وصف المخرب هو ليس ماذا فعل إنما أين قتل وفي شهادة الضابط فيها آردس تدخل طائرة مراقبة صغيرة بدون طيار إلى مبنى يرون عدد المخربين كما يوصفهم وعليه شاشة الطيارة أن يبلغ قيادته كم قتل بعد تفجير المكان يقول لا يطلبون منك أن تحضر جثث أو أي إثبات كان بس يسألوك كم وأنت تجيب وفك تقديراتك وتمطيق كدما يقول الجيش الإسرائيلي عن مناطق القتال بأنها مناطق إبادة هي عبارة عن منطقة تكون فيها القوات وكل من يقترب منها يعرف بأنه مخرب ويتم قتله ويقول بأنه هكذا تذكرون هي الطريقة التي قتل فيها الأسرة الرهائن الإسرائيليين بعدما هربوا من الأسر تذكرون لما قتلوهم فكروهم فلسطيني يقول أن التعليمات هكذا كل من ترونه في المنطقة اقتلوا ولاحقا كله عنه إرهابي تقول الصحيفة تصدر تعليمات بإطلاق النار على كل من يقترب طب شو تعريف يقترب 100 متر 200 متر مرأة عين الجندي أقرب أبعد غير واضح ينظر الجندي حسب تقديراته من يقترب ويقوم بالقتل وبقول بأنه كل من هو على سطح مبنى أيضا يعتبروا بأنه صعدة لكي يستهدفهم ويقومون بقتله حسب شهادة من جند احتياط أو ضابط احتياط كان في أرض المعركة من هنا أنتقل للفيديو الأول وصفت إحدى الصحفيات اليوم في بث مباشر من بين صراخ المتظاهرين أنها تشعر أنهم عادوا للسادس من أكتوبر شو قصدها لما كانت المظاهرات في أوجها لإسقاط حكومة نتنياهو بسبب ما يسمى تقويض جهاز القضاء اليوم عدم نبض للمتظاهرين بقوة كما كان قبل الحرب بدأوا بالزحف للكنيسة حتى أنهم اليوم أحضروا معهم خيام لكي يناموا حتى نهاية الأسبوع مطالبين بإسقاط نتنياهو فورا وإجراء انتخابات وصفقة تبادل ويطلبون أيضا بإلغاء عطلة الكنيسة بعد أسبوعين ثلاثة في عطلة الكنيسة بقول بأن هذه الكنيسة ساحة لضغط أهالي الأسرم على أعضاء الكنيسة والحكومة إذا تطلع الكنيسة عطلة تتوقف هذه الساحة كنتوا تشوفون كيف كان يفوتوا على الجلسات ويصروا خجوة وين إذن المظاهرات تعود ستطول حالة الطقس تحسنت امتهى قسوة الشتاء الظروف مؤاتية لإعادة إشعال الوضع ضد حكومة نتنياهو وسنرى كيف رد نتنياهو على ذلك بعد قليل أنتقل الفيديو الذي بعده الآن في موضوع المظاهرات لكي تفهموا كبر الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي يعني هم في الحرب يتوحدون لأنه في عدو خارجي ولكن فيما بينهم طبعا خلافات بارزة جدا تم تحقد تشويه عنيف لصورة المتظاهرين في قناة 14 اليمينية فيديوهات أو بلش التقرير فيديوهات من غزة لجنود إسرائيليين التعليق كان بينما نحن نحارب ونقاتل ونقاطر بأنفسنا عادت الفوضى إلى شوارع إسرائيل مقارنة ثم أحضروا من الأرجيف كل مشهد كل مشهد يظهر مواجهات أو إغلاق الشوارع من قبل المتظاهرين خلال الأسبوع الماضية وعرضوا صوتهم بشكل عالي مؤذي جدا للسماء وقالوا بأن هذه المظاهرات تشكل خطر على حياة المتظاهرين وعلى حياة الأبرياء اللي كل ذنبهم أنه بدوا يمرقوا عارفين السكير شارع هي جزء من الأشياء العادية وسننشوف كان في حرديم يهود مدينين في القدس سكروا الشوارع ولكن ما قالوا بأنه حرام سكروا على آخرين بديوا مرقوا بتعرفوا عرض بشكل انتقائي أحضروا فيديو لمتظاهرة كانت قد قالت مرة في السماعة لينزل الجميع ونحرق الدولة حسب كيف قالت تخيلوا مواطن عربي في إسرائيل قالها يا حبيبي وشددوا على الانقسام بين أهالي الأسرة قالوا فيش إش اسموه أهالي الأسرة فيه إش بفكر إكس وإش بفكر واي بحاولوا يعززوا الخلاف داخل مجموعة أهالي الأسرة هذا أيضا ما اتهم فيه نتنياهو سابقا وقلنا أكثر من مرة قناة 14 تلعب ليد نتنياهو مباشرة الفيديو الثالث ونبكى مع المظاهرات مظاهرة أخرى أيضا في القدس المشكلة الثانية أو العشرين لشي الثانية تجنيد الحردين المدينين اليهود تم تحراك في إسرائيل اسمه أخوة في السلاح ذهبوا اليوم إلى حارة مدينين يهود في القدس لكي يتظاهروا ويقنعوهم بأن وقفوا معنا الدنيا حرب ولعت مع الحردين صارت مواجهة بالتقرير ظهر شخص يهودي بحرق علم إسرائيل تخيلوا مواطن عربي في إسرائيل فعلها كالتعبير عن رأي يا حبيبي على فكرة القانون بقول سبع أشهر سجن لهذه بشك إذا سجنوا ليصوروا اليوم كون يهود عدة شبان متدينين ظهروا في التقارير اليوم قالوا مستعدين أن نموت على أن نذهب للجيش شكراً تخذوه شعار نموت ولا نذهب للجيش المشكلة الثانية عند الحردين منذ غد يعني من واحد نيسان ومش كيز بتأول نيسان سيصبح قرار المحكمة العليا نافذاً بأنه لا تمويل لمدارس الحردين الذين لا يتجند طلابها للجيش سنتنياو شو بقول بقول تمام إحنا رح نضبلكوا هاي المصاري وبس تنحل المشكلة نعطيكوا إياهم المنتشار الحكومي قالت لا ممنوع على عيب وهذا اسمه التفاف على قرار المحكمة نقطة أخيرة في وزير فتح هيكة اسمه دافيد أم سالم قال راح على المحكمة العليا اليوم وقدم طلب أن الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل يفوتوا على الجيش قال عشان يحرج المحكمة في موضوع الحردين طلب مثل هذا كان قبل سنتين في المحكمة إذا تمن الشباك رفضت المحكمة حتى تبحثوا ولا الفلسطينيين المواطنين بإسرائيل مستعدين يفوتوا على الجيش إلا مع ندر حالات فردية جدا طبعا ولا الدولة بدها تشوفهم ماسكين سلاح وخمس الجيش منهم كارثة بالنسبة لهم تقدر تتوقعوا قدش على فكرة لما جأوا هدولة إخوة في السلاح على القوة بالمظاهرة الحرديم اليهود نموا عليها حسب التقرير بيض وحجارة تخيلوا فلسطيني بس رفع إيده في الكدس بتدير مي بيضة أو حجر أو حجر أو بيضة يا حبيب أنتقل للفيديو الرابع اليوم نتنياهو عقد مؤتمر صحفي قبل دخوله للعملية استمني حكي عن عملية إيش عملية مريض المهم عمل مؤتمر صحفي بقول أنه بالعبراني المستشفى يعني بيت حليم بيت زي بالعربي بيت حليم مرضى بيت المرضى قال هذا مش بيت حليم بيت محبلين محبلين يعني مخربين طبعا بيحكي عن مستشفى الشفاء وعن رفح قال إيش مهم قال القضاء على حماس لا يكون إلا بقضاء على ألوياتها ولا يمكن القضاء على ألوياتها إلا بدخول رفح وبقول كمان بأنه كل من يقول بأنه يتم مواطلي في موضوع الأسرة أنه هو بمواطل عمدا هو بتسبب بمعاناة أهالي الأسرة مش هو أنه مش عارف يساوي صفقة من ستة شهر ومتهم بفشل الساعة من أكتوبر يعني هو اللي بتسبب المعاناة بقول إذا بتقوله عني هيك بتتسببه بمعاناة أهالي الأسرة هذا منطقه الفيديو الخامس والأخير أين نتانياهو اليوم؟ الآن نتانياهو في هذه اللحظات بتخدير كامل عنده عملية افتاق حسب البيانة الرسمية بعد فحص روتيني عادي تبين عنده افتاق بالاستيديو قاله أول يجي فيش فحص روتيني عادي يوم سابت مبارح عملية افتاق بتبينش في فحص عادي بدي يكون شاعر بإشي ما جابوا يسيرته وبعدين قالوا ليه عملية مستعجلة مظبوط هاي العملية نسبيا بسيطة وخلال يوم الواحد بطيب منها بس ليه مستعجلة ذكروا بأنه العام الماضي نتانياهو قال بأنه كان يستجم في بحير الطبرية وروح مع ضربة شمس وفات على المستشفى لاحقا تبين مش ضربة شمس حطوله منظم نبضات قلب طبعا بسألوا هاي الأسئلة عشان يضوا الضيب وقولوا فيه أسئلة حول صحة نتانياهو طلعوا أنا مش طبيب ولكن بفكر بفكر فيه علاقة بين الافتاق وبين الحرب بين الافتاق وبين المظاهرات عشرات الألاف في الشوارع وحول كنيسة إذا فيكو حدد طبيب عم بيحضرني أو مش طبيب بس بعرف ممكن يكون استنتاجي بمحله إلى هنا أصل إلى ختاب نافذتنا لهذا اليوم نراكم على خير غدا بأخبار أفضل بإذن الله في الدنيا رمضان لا تنسوا لأن تدعوا للمستضعفين في الأرض والسلام عليكم شكرا جزيلا لك وإلعواد الكاتب والبحث الشهور السلام عليكم شكرا لك شكرا لكم